فإذا أردت صلاح أبنائك فأول شيء كن صالحا في نفسك تنبه أول شرط من شروط أن يتعدى الخير إلى أولادك أن تكون صالحا في نفسك أما أن تقول الله أنا مع المشايخ وما إلي خصف أبلادي لا لا بد أن تنتقل إلى الخطوة الخطوة الثانية وهي متابعة الأولاد ومتابعة التربية وهذه النقطة الثانية يغفل عنها كثير من أهل الديانة أنه يقول أنا الحمد لله صليت الفجر في المسجد طب أيقضت أولادك آه حس هنا بد روحة صحيهم لا يا أخي لا بد أن توقض أولادك قبل أن تذهب إلى الصلاة حتى يشود معك الجماعة أما أن تقول لا والله أنا راجع هذا لا ينفع ثم اسأل نفسك هل تدفع مال لكي تجعل أولادك من الصالحين أهل الدنيا يدفعون المال لكي يصبحوا أولادهم من أهل الدنيا شهادات هل تدفع المال لكي يذهبوا إلى درس هل تدفع المال ليذهبوا إلى عمره هل تدفع وهكذا اسأل نفسك هذا شيء مهم في تربية الأولاد فنتنبه إلى هذا الأصل أن من نحن في بلاد مباركة لكن هذه البلاد المباركة لا تكون وتنفع صاحبها إنما ينفع المرء عمله فالحمد لله على هذه البركة التي توتيح لك أن تصبح مباركة